يا مسائل هنة مسائل سعادة والتفاؤل على أحلى متابعين في الدنيا متابعين مضى غضود وعملين إيه يا ربكم بخير وسحة وسعادة كل سنة وانتوا طيبين ومولد النبي يا رب متهنين النهاردة بقى هنعمل من حلوة المولد القشطة الخطيرة شفتوا المطة بتاعتها خطيرة والطعم والله ولا غلطة ولو أول مرة بتعمليها بجد هتعمليها باحترافية تعالوا نسمي الله ونسألوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام هنعملها في ثلاث مكونات بس هنجيب بقى كوباية سكر عليهم تلت كوباية من المية مية عاديا من الحنفية عليهم كمان تلت كوباية من العسل الكولوكوز هننزل كده بكل العسل الكولوكوز على فكرة العسل الكولوكوز مش غالي خالص البطرمان تقريبا عامل 20 جنيه أو 22 جنيه يعمل معاك حلوتي المولد كلها اهو في الوقت ده لو أول مرة تشوفي كناتي اشتركي معايا في القناة فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد نزله نركن كده بقى الشربات ده وتعالوا نجيب بقى الريكو شكل الجيلاتين هاخد منها تلات معالق ايوان كده هنزل عليها بتلت كوباية مية دافية وهنديلها بقى تقليبا نقلبها كويس جدا جدا ندوبها ايوان كده عايز اقولكو خلاص كده دي مقادير القشطة معانا ما فيهاش مقادير نديلها تقليبا كويسة وبعد كده هنركنها ونرفع بقى عندنا الشربات على النار تعالوا بقى كده على البتجاز نسيبها بقى وبعد كده هنجهز الصينية بتاعتنا كيس تلاجة هنفتحه بالشكل ده هندهنه دهنة زيت كويسة جدا كل حاجة هتستخدميها في القشطة النهاردة تدهنيها زيت عشان ما تلزقش معاك وما تدعبكيش وحتى اديكي وهنشوف برضو الخطوات مع بعض ونفذ الخطوات لما تيجي تعمل القشطة زي ما انا بدأت كده بقى الاول الشربات وبعد كده الجيلاتين وبعد كده الجهاز الصينية وبعد كده هنرجع تاني للشربات بتاعنا طريقتها سهلة وبسيطة وكل الموضوع بس في الدرب بتاعها وهنشوفه برضو ادي بقى رشة حلوة كده من جسد الهند وكمان زبيب وممكن تستبدلي الزبيب بمكسرات او فرطة مسكرة نرجع بقى تاني للشربات بتاعنا بعد دقيقة كده ندلوه تقليبة هو غلاك ده معايا اول ما يغلي بعد الدوبان تحسيب دقيقتين بالزبط مش اكتر من كده دقيقتين بعد الاول ما يغلي تحسيبي دقيقتين وترفعي وتعالوا نشوف هنعمل الشتاب بتاعتنا الخطيرة ازاي هنجيب بقى مضرب الكهرباء لو ما عندي كيش عجان تقدري تعمليه بمضرب كهرباء او المضرب اليدوي بس طبعا هياخد منك وقت ومجهود كتير الجيلاتين عندنا ندلها تقليبة وننزل كده في العجان وبعدها على طول من على النار الشربات بتاعنا او السيرب بتاعنا وسخن كده على طول من على النار على طول على الجيلاتين امشي بالخطوات واسدقيني قصوا بالله لو اول مرة تعمليها تبقى محترفة فيها ومشاء الله هم بارك كمية كبيرة جدا جدا وزي ما قلتلكم المأدير هم ثلاث مكونات بس هنا ضفت ماء ظهر وتقدري تستبدلي بفانيليا وتقدري كمان تستبدلي بماء ورد هندلو بقى تقليبة وانا جايبالكو بقى شكل القشطة وهي بتتضرب بكل نقتين تلاتة كده بتفرق في اللون بتاعها او كل ما ده كل ما بتضرابي طبعا بتفتح لونها لغاية ما هنشوف هتوصل معانا القشطة ازاي بجد الفيديو حلو جدا ويستهل منك لايقات كتير جدا وتعملي كمان شير لأصدقائك وحبيبك في الاول برفع كده واشوف بصوا هي السيلة معايا كده ما تنفعش خالص هنشوف لسه القوام اللي انا عايزاها بصوا دي تانية مرة لا لسه برضو هنضرب برضو كويس جدا ما تقاسيش يعني هتاخد معاكي ضرب من عشر دقايق لربع ساعة لو المضرب برضو مش قد كده ممكن تاخد معاكي لتلت ساعة ضرب ما تقلقيش بصوا او بتبدل تضربي لغاية ما عندك المضرب يعملك زي المونقار كده ما بتنزلش اهيه وننزل بقى ع الصينية بتاعتنا وفي الوقت ده كل حاجة حتى الكيس اللي انا حطيته تاني ده انا دهناه من تحت زيت تدهني زيت اي حاجة تستخدميها في القشطة بتاعتك النهاردة ومن العجانة على طول على طول وهي بعد الضرب مباشرة تروحي على طول حطاها صباها عشان ما تقفش معاكي اهو ودتها كمان من فوق رشة كده من جسد الهند ولو عايزة بقى تبردو تضيف زبيب او زي ما قلت فروطة مسكرة او اي نوع مكسرات براحتك طبعا بتسيبيها كده في المطبخ ماش في التلاجة ولا حاجة لمدة اتناشر ساعة لو عملتها بالليل تاني يوم تبتدي تقطعيها زي ما انتو شايفين بابل السكينة كل شوية زيت بصوا جمالها وحلوتها والله بجد فعلا تحفة وطعمها قطعق يعني اتحف حاجة كده من الاخر لو جربتيها هتعجبت جدا ومش هتشتريها بجد تاني اه لان دلوقتي بقيت بتتبع بالكتعة مش بالكيلو الاول كانت بتتبع بالكيلو وغاية جدا انا عايز اقول لكم بصوا ما شاء الله تدهيني ايديك برضو وانت بتقطعها زيت اهي ما شاء الله لا بتلزق ولا اي حاجة طول ما انت بتستخدم زيت حلوة قوي وطعمها تحفة تحفة مش قادر اقول لكم قد ايه جربوها وان شاء الله هتنال اعجابك ولسه استنوني في وصفات تانية كتير في حلوة المولد والسلام عليكم